استنكر المجلس الانتقال الجنوبي المحاولات المشبوهة لاستهداف قوات النخبة الحضرمية ودع المجلس الانتقال الجنوبي في اجتماعه الدوري أبناء حضرموت للوقوف إلى جانبها ووأد كل المؤامرات التي تحاك ضد قوات النخبة هذا وحذر المجلس الانتقال الجنوبي من أن أي محاولة لإبعاد المسار الجنوبي عن العملية التفاوضية أو تأجيل وتجاوز قضية شعب الجنوب لن يفطي إلى حلول تنهي الأزمة بل سيزيدها تعقيدا